مفادة قناة الجزائر الدولية لمقر المحكمة الدستورية شاهناز بخبوز شاهناز أهلا بك ماذا عن آخر المسجدات لديك بخصوص الطعون المقدمة للمحكمة من قبل المترشحين ثلاثة لرئاسية الجزائرية نعم شكرا زميلة سوسا المحكمة الدستورية لازالت تستقبل محاضر التركيز الخاصة باللجان الانتخابية الولائية لحد الساعة تم استلام 58 محضر التركيز ولا تزال المحكمة تنتظر وصول محاضر التركيز الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج هذه المحاضر استلمتها أمانة ضبط المحكمة الدستورية التي قامت بعملية تعداد أعدادها ثم حولت ملفها إلى رئيس المحكمة الدستورية الذي قام بتعيين مراقبين وأعضاء مراقبين عددهم 11 مراقب كلفوا بمهمة دراسة هذه الملفات بالنسبة للطعون لحد الساعة لم تستلم المحكمة الدستورية أن يتطاعن للإشارة فإن القانون حدد مدة 48 ساعة كمدة يمكن للمرشحين تقديم طعونهم هذه المدة انطلقت منذ إعلان السلطة الوطنية للانتخابات عن نتائج الأولية للانتخابات بعد أن تستلم المحكمة الدستورية هذه الطعون ستنظر فيها وستفصل فيها ثم تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات في غضون عشرة أيام وفق ما خوله لها القانون الجزائرية نعم شكرا جزيلا لك شهينة بوخبوز كنت معنا مباشرة من مقر المحكمة الدستورية بالجزائر شكرا لك ترجمة نانسي قنقر